في القرن الثامن عشر لم يكن سوى ثلاثة في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في المدن لتأتي الثورة الصناعية التي كانت السبب الرئيسي لانتقال السكان فالمدن أصبحت حاليا موطنا لحوالي خمسة وخمسين في المئة من سكان العالم من المتوقع أن يعيش نحو ثلثي سكان العالم بالمدن بحلول عام الفين وخمسين هذا يعني أننا نتحدث عن زيادة قدرها ملياران ونصف المليار نسمة صحيح أن هذا التحول جعل من المدن محرك رئيسي لنمو مختلف اقتصادات الدول طبعا بعد أن أصبحت مصدر لنحو ثمانين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكنه في الوقت نفسه فرض تحديات عدة فالمدن تشكل فقط اثنين في المئة من مساحة اليابسة ومع ذلك هي مسؤولة اليوم عن نحو سبعين في المئة تقريبا من الانبعاثات الكربونية وخمسين في المئة من النفايات في العالم هنا ظهرت الحاجة لوجود مدن مستدامة وذكية وتراعي وجود بيئة صحية للقاطنين وفي نفس الوقت تحد من مخاطر التغيير المناخي لتحقيق ذلك ظهرت مجموعة واسعة من الحلول مثلا نتحدث عن التحول بتصميم المدن استخدام الطاقة النظيفة أيضا حلول كفاءة الطاقة والاعتماد على حلول النقل المبتكرة وأيضا توظيف التكنولوجيا في حل الكثير من التحديات داخل هذه المدن على سبيل المثال الازدحام وتلبية الاحتياجات أيضا وجود مدن مستدامة وذكية سيسهم في تحقيق منافع عدة بعض الدراسات تشير إلا أن وجود مدن فعالة يعني تقليل وقت التنقل اليومي ما نقلله تقريبا ما بين 15 دقيقة و30 دقيقة تقليل تكاليف المشعيش أيضا هذا التقليل قد يصل إلى 3% هذا ومن شأن وجود هذه المدن خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 15% تقريبا وأضف إلى ذلك سيكون هناك زيادة للوظائف بنسبة 3% تقديرات بنك باركليز تشير أيضا إلى أن المدن الذكية فقط لديها فرصة لتوليد نحو 20 تريليون دولار من الفوائد الاقتصادية بحلو العام 2026 ولا ننسى أيضا أن وجود مدن ومجتمعات محلية مستدامة يشكل الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في 2015 ترجمة نانسي قنقر